السلام عليكم محمد الله وبركاته متتبعي ومتتبعات قناة فن وأنتيك أولا نصرح بكم كما زرت به العذا وأقدم لكم شريط جديد حول التحف الجميلة التي يمكن استدافتها في الأسواق الشعبية في هذا الشريط أقدم لكم هذه المجموعة من الكؤوس والتي هي عبارة عن كؤوس يتم وضع فيها يعني البيض هنا في هذا المكان وهي كؤوس من الفدة دمغة 900 يعني تحف جميلة ورائعة كما تلاحظون يعني كأنها تضيء هذه الفدة هي فيدة كولومبيا من دولة كولومبيا تمنى أن يظهر يعني طابع هنا هناك هناك طابع يعني 900 0 فصلة 900 يعني تحف جميلة ورائعة ويمكن لمتتبعي القانة قانة فانونتيك أخذ مجموعة من المعلومات حول هذه المقتنيات الجميلة والتي يمكن أن يصطدفها الإنسان في الأسواق الشعبية أو في يعني في المنزل في أحد المنازل أو العائلة ولكن للأسف لا يتعرف عليها كونها تحف جميلة ولا قيمة كبيرة بخصوص هذه الكهوس ثلاثة الأولى فيا مسقولة ختم سقلها ممتب سقلها كما تلاحظون بريق جميل ورائع أما بالنسبة لها الثلاثة الأخيرة فلزالت على حلتها وكما تعلمون أن معدر الفضة مع الوقت يعني يتصدى فقط نقوم بحكه فيظهر يعني المعذر الحقيقي وما تلاحظ تحف جميلة ورائعة تستحق الاكتشاف وقد تصادفونها كما قلت في الأسواق وفي هذا الشريط قد شرحت لكم كيفية التعرف عليها وأتمنى أن تكونوا قد استفدتم لو بالقليل حول هذا العالم عالم فنونتيك والقناة رهنا إشارتكم يعني لطرح الأسئلة أي أسئلة حول هذا الضمين أو إذا كانت لديكم صور يعني تحف اشتريتموها وتريدون معرفة هل هي من الفضة أو ليست من الفضة فيمكنكم إرسالها لي عبر القناة أو عبر رقم الهاتف رقم واتساب سوف أكتب الرقم في تعليق على هذا الشريط تحياتي لكم الخالصة وشكرا لكم على تتبعكم وإلى شهر جديد طاب مساءكم وإلى لقاء أصدقاء صديقاتي ترجمة نانسي قنقر